الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله هنبدأ مع سورة البقرة استخراج احكام وطبعا انا لو عايزين تهجي بطريقة القاعدة النورانية برضو موجودة على القناة كل يوم ايا النهاردة بازن الله هنتكلم مع احكام النون السكنة والتنوين من سورة البقرة واخدنا سورة الفاتحة صفحة رقم واحد اه تهجي برضو القاعدة النورانية وفيديو برضو استخراج احكام وين اللي عاوز يسمع برضو من سورة البقرة تهجي تطريقة القاعدة النورانية موجودة ان شاء الله على القناة برضو وهتلاق واسب لكم الرابط في صندوق الوصف بسم الله الرحمن الرحيم اسم الجلالة ملقق عشان قابل مكسور وطبعا الرواق مشددة ورعا حرفين الرح ركاك الحاء الرح ماء السغيرة حركتين الرح ماء نر نخن من نونة الرواق لان همسر والسقطت واللام شمسية متغمة وتوفي على الرحيم مدى ارض للسكون اربع حركين طبعا كل مرة بنقيه من صحح البسماء فاكيد كلنا حفظناه طبعا انا اتكلمت برضو في درس الحروف المقطعة القاعدة النورانية وقلنا الالف عبارة عن سلاس احرف حرف هجاء لا يمد اللام هجاء على سلاس احرف يمد ست حركات وده مد لازم حرفي مسقل المنين برضو نفس الحكاية هجاء على سلاس احرف يمد ست حركات وده اسمه مد لازم حرفي مخفف طبعا انا شرح الحروف المقطعة في القناة في الدرس الايه الثالث من القاعدة النورانية ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الف صغيرة حركتين ذلك ال نخن من الكافة على المراطول لان سقطت اللام هنا كمرية مظهرة فقلنا ذلك الكتاب الف صغيرة حركتين ذلك الكتاب لا حرف طبيعي حركتين لا ريب فيه هنا العامة دي معناها تعانق بين الايه الموضعي يعني ينفع تقفي هنا او ينفع تقفي هنا لكن ما ينفعش تقفي بينهم يعني ما ينفعش تقول ايه لا ريب وتقفي وتقول وتقفي هدى للمتقين لا ما ينفعش كده ينفع تقفي على هنا او تقفي هنا ممكن تقول لا ريب وتقفي فيه هدى للمتقين او تقول ايه لا ريب فيه هدى للمتقين خلاص كده انما اللي لا يجوز ايه ان انت تقفي بينهم خلاص طيب هدى للمتقين تنوين بعده لام اضغام كامل بغير هنا واللام هنا لام اللي تعريف كمرية مظهرة طبعا هي اه الهمسة الوصة سقطت عشان سبقها ايه حرف فجر من قوشة بقى المتقين اسمها المتقين هتوفي على المتقين اربع حركات وده اسمه مادة عورد للسكون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين مادة عبية حركتين يؤمنون بالغيب طبعا هو هنا مادة عبية حركتين واصلا بالغيب لا برضو كمرية مظهرة الياء هنا لي اسمها ياء حفلين ويقي مادة مدود طبعية الياء والبوعية دي ويقيمون نص نص دوش نص ويقيمون الصلاة لا اسمعي ويقيمون الصلاة يعني تركك النوم تخش من النوع الصلاة على طول لان دي همسة الاسة سقطت ولا مشة مسية لا تنطق الصلاة الالف الجائعة على الوايو دي بتبقى ايه الراس فبننتقى الف ومننتقى هاش وايو دولي الصلاة للمبتدئين برضو دوليش الصلاة وايو لا ما ينفعش الصلاة لو ليتي الف علي ايه ايه الاف خلاص كده يبقى ويقيمون الصلاة ومما خلاص كده ويقيمون الصلاة ومما زمن غنة البنين وارف مادة طبيعة حركتين ومما رزقناهم ينفقون رزق ايقاف هنا ساكنة قلقى لوراق طبعا مفخمة رزقناهم مادة طبيعة هنا مم ساكنة وراياء ظهور شفوي ينفي اخفاء حقيقي غنة مركقة وتفع على ينفقون مادة اربع حركات وده اسم مادة عارض السكون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والذين مادة طبيعي حركتين يؤمنون برضو وهنا طبيعي بما انزل مادة متفاصل اربع حركات انزل اخفاء حقيقي آآ والغنة مركقة لانزل من حرف المركقة اليك الينا اليك وما مادة برضو متفاصل اربع حركات انزل نفس الحكاية اخفاء حقيقي شوفين غنة هنا مفخمة لان الحرف القف مفخة مين قاف تلحان دي حرف القوف مين قبلك وبالاخرة هم يوقينون خلاص يبقى هنا نون آآ وراها قوف اخفاء حقيقي غنة مرفخمة البأس كان قبق قبق دي فيها ايه قلقلة قبلك وبالآ مد بدل حركتين وبالآخرة اراء مفخمة وبالآخرة هم يومد طبيعي حركتين يوقنون هتمد اربع حركات هنا ملاقس هم مد عارض السكون أولئك على هدى من ربهم أولئك هنا ايه مد متصل اربع حركات طبعا الواول على سفر مستدير في كل قراءتي لو بتسمعوني بقولك الواول على سفر مستدير او الالف على سفر مستدير لا ينطق ولا في الوصف والوفق ببارسن بس فمن انطق الهمزة المضموم نقول اولئك ما من انطقش دي خارس وين مد اربع حركات على هدى تنوين بعد مهم اضغام كامل بغنة وده من را من را دخلنا من مهم على را لان النون ايه دخل وده اسمه اضغام بغيره قلنا من ربهم ممسكنا ورهوا واثغار شفوين وأولئك هم المفليحون وأولئك مد نفس الحكية اربع حركات هم دخلنا من مهم على اللام القمرية هم المفلي لقاكل ايه اللام هم المفليحون هتمدي الواوي كم حركة اربع حركات وده باسمه مادة عارض للسقن كل ان شاء الله مرة هناخذ واجه من سورة البقرة انتظروا ان شاء الله في الفيديو القادم والصفحة الثانية من سورة البقرة مع استخراج احكام منهم الساكنة والتنوين والقراءة التلاوة الصحيحة للمبتدئين بداكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله بريقية